اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني دعنا من الحرب العراقية الايرانية لكن ما حصل في عام 1991 قصف الامريكي لمدة 40 يوم على العراق قصف الامريكي والبريطاني على العراق ودول التحالف اكثر من 33 دولة تقصف بالعراق لمدة 40 يوم لم تترك شاردة وواردة في العراق الا وقصفته جسور والطرق والمدارس والمستشفيات ولم تبقي شيئا واستخدمت كل الاسلحة المحرمة من فسفور ابيض الى ايرانيوم منظب الى كل شيء ثم حصار لمدة 13 سنة بوضع اقتصادي سيء من اسوأ ما يمكن كان حصار بمعنى الحصار يعني منعوا كل شيء الدواء والاكل وكل شيء حليب الاطفال وكلكم تذكرون ماتوا من العراقين بسبب الحصار اكثر من مليون مواطن اكثر من 500 الف اكثر من نصف مليون مواطن من الاطفال بسبب نقص الحليب ونقص الدواء والبريط كانت وزيرة الخارجية الامريكية في ذلك الوقت وسئلوها لماذا يعني هل حصاركم يستحق هذا الحصار الامريكي على العراق انه يموت من العراقيين نصف مليون طفل العراقي قالت يستحقون هكذا تعاملوا معنا وكل العالم حاصر العراقي 13 سنة من الحصار انتهى بالاحتلال وهذا الاحتلال مثل ما تعرفون صدمة وترويعه وقصف وقتل وتدمير شيء مهول وجيش اجنبي يدخل الى العراق الجيش الامريكي ويحتل العراق وقصف بكل المناطق وقتل وذبح ومعه ميليشيات تدخل من ايران واذا بفوضى عارمة والدماء في كل مكان ونهر ثالث يسير بجانب نهر ايد جلو الفرات من الدم والتخريب هذا كله وقتل في الشوارع والخطف وعشرين سنة من المنظيم هذا كله يترك تأثيرات على نفسية المواطن العراقي لا يمكن لي احد ان يقول ان العراقي لم يتأثر بذلك اي عراقي كان عاش تلك الفترة لابد ان تأثرت نفسيته بذلك ولم يكن بشر ونتج عن ذلك وهذا تختلف من بشر الى بشر بشر يستطيع ان يتحمل وبشر الغالبية لا يستطيع ان تتحمل في ذلك تصاب بصدمات وخاصة الاطفال وخاصة النساء وخاصة يعني صغار السن وقليلي التجربة واللي عندهم امراض يصابون بامراض نفسية قوية شديدة وذلك منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها تقول انه نحو ست ملايين عراقي يعني يعانوا من امراض نفسية بسبب هذا ما حصل العدد اكبر ربما يعني البعض يتحدث يقول واحد من كل ثلاثة عراقيين يعاني من من حالة نفسية معينة بسبب ما حصل للبلد لانه ما حصل لم يكن سهلا وما يحصل لم يكن سهلا ولن يكون سهلا حقيقة لكن يبقى السؤال يعني يعني ما الذي فعلته هذه الحكومات التي جاءت ومعها امريكا ومع العالم كل المؤيتة وهذه التجربة التي قالوا عنها مززهرة وسنجعل من العراق نموذج يعني أن يجعلوا من العراق نموذج للآخرين كيف يعني يجب أن يحافظ على صحة العراقيين أولا ورفيه العراقيين هذه الحقيقة البلد لا ينهض إلا بأهله اللي لم ترفح أهله اللي لم تفتح لهم المدارس المستشفيات تبلط لهم الشوارع وساء النقل توفر لهم الوظائف العمل الجيد الازدهار الزراعة والصناعة والتنقل والاحترام والهيبة والحدود المحمية والسيادة والاستقلال وكل هذه اللي لم توفر فأين التجربة المزدهرة كذبة كبيرة وهذا ما حصل في العراق لذلك نتحدث عن الصحة النفسية ملف الصحة النفسية المهمل في العراق تماما إهمال شديد طبعا وهذا مثل حال حال الملفات الأخرى في العراق كل ملفات التي تتعلق بالحياة العراقية مهملة لكن هذا البلد يعيش في ظل الميليشيات والعصابات والقتل والنهب والفساد والخراب والبطالة والكساد والفقر والأمراض وبطالة عالية ووضع اقتصادي سيء كلها عوامل تؤدي إلى ضغوط نفسية هائلة للإنسان وعلى العوائل حروب مثلما تحدثنا وفوضى مستمرة ومتصاعدة هذا كل موجود وانت تساءل ونحن نساءل ما الذي يفعلوه لم يفعلوا شيئا كل هذه الحكومات وكل الأمريكان وكل أوروبا وكل العالم والأمم المتعدة لم تفعل شيئا لم يعني لم أهملوا هذا الملف نهائيا أهملوا ملف الشعب العراقي مثل ما أهملوا غذاء وصحة وجزء من عند الصحة النفسية وقبل أيام كانوا يتحدثون وزارة الداخلية طلعوا إذن تقول إحنا لزمنا ما عرف 17 ألف وكذا حوالي 18 ألف واحد من الذين يتعاطون المخدرات حولناهم بالتعاون مع وزارة الصحة إلى المستشفيات وإلى المراكز الصحية لرعايتهم نفسيا نحن لدينا في كل العراق 150 طبيب نفسي فقط هذا العراق كله هم يتحدثون عن 45 مليون مواطن عراقي لدينا 150 طبيب عراقي ولدينا المستشفى الرشاد اللي في بغداد هي الأمراض النفسية ويمكن أكون مستشفى أخرى أو ماكو ولا مراكز أخرى ولا هم يحزنون ومدير المستشفى يتحدث يقول هذه المستشفى اللي أنشئت عام 1950 في هذه المستشفى فيها داعش طبيب من ضمنه هو يتحدث عن نفسه ويقول أن ذول المية وخمسين مية وخمسين طبيب عليهم أن يعني المرتبطين المرضى المرتبطين بهم يعني يوميا يشوف كل طبيب مية وخمسين مريض باليوم ألف وخمسمائة مريض بالشهر هما ألف وخمسمائة مريض بالمستشفى بالمستشفى هذا يرعونهم فمية وخمسين مريض لكل طبيب مخصص باليوم على مدار 24 ساعة على مدار أسبوع على مدار الشهر وشوفوا أنت العدد يعني لدينا يمكن طبيب واحد لكل أكثر من مئة ألف ربما أكثر من مئة ألف مواطن عراقي طبيب واحد نفسي لدينا حالات انتحار مئات الحالات وكل سنة يطلعون حصائية بها مئات الحالات هذه بس التي يعلمون عنها أما الحالات الأخرى ربما تتجاوز الألاف حالات ادمان حالات تعاطي للمخدرات حالات ادمان لأدوية ومخدرات وغيرها عنف أسري شيء غريب عجيب في العراق لم يكنوا أمراض نفسية عديدة توترات شديدة صراعات كل هذه الأطفال يعانون بشدة مدارس غير مهيئة مستشفيات غير مهيئة أدوية غير مهيئة ففي التالي نحن أمام كارثة كبيرة تتعلق بملث الصحة النفسية في العراق فمن يتحدث على أنه يعني يحرص على العراقيين يحرص على على حياتهم ويسعى لأن يخدمهم ويقدم تجربة ويناظب العراق هذه كذبة كبيرة أيضا لأن أول قضية يجب أن تعالج نفسية الناس أن يتقبل الناس أنفسهم تصالحوا مع أنفسهم صالحون مع واقعهم يكونون بصحة نفسية طيبة وصحة جسدية طيبة هذه غير متوفرة في العراق أمراض البطالة وعطالة والمستشفيات غير قادرة و وعلاج نفسي غير موجود وطباء غير موجودين وطباء يهربون وكل العراق بـ 150 طبيب نفسي وعدد العراقين 45 مليون وقيس على ذلك هذه الحالة التي في العراق هذا الذي أرادته أمريكا من احتلال العراق هذا الذي يسموه تحريرا جيش تحرير الأمريكان والآن الشيطان الأكوار معرف منه هم من تحت الطاولة يعني يقبلون أيديهم ويقبلون حتى حتى أحذيتهم مع الأسف الشديد ويدعون أنهم أبطال ومقاومين ومعرف منهم وجاءوا من أجل مظلومية العراقيين مظلومية الشيعة بالذات وانظروا ما لا يفعلهم الشيعة انظروا المحافظات الجنوبية من البصرة وصولوا إلى بغداد وشوفوا محافظات الجنوب والوسط وشوفوا اللي صاير ودعك من المحافظات الغربية وهذه تركنا من عدها لأن الحديث عنها راح يجرنا راح تقولون إرهاب وتركنا لكن على القد ذول تعتبروهم حاظنتكم ماذا فعلتم به الناس تظاهر ضدكم حرقوا مقاراتكم وطردوكم ومريدوكم وملتهين قالت ان انتخابات وحجة الانتخابات وهذه الكذبة الكبيرة والعراق المزدهر والعراق الديمقراطي والحر والدستور وهذه الكذبة الكبيرة مع الأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة